حركة سياحية نشطة تكاد لا تتوقف التقاط لصور تذكارية في موقع له جاذبية خاصة هي جسور البوسفور المعلقة التي تصنع الفارق وتزيد على المضيق رونقا خاصا يستقطب الزوار من كل مكان ثلاثة جسور شيدت في فترات مختلفة وعلى ارتفاع يزيد على ستين مترا يسمح لجميع أنواع السفن السياحية والتجارية العملاقة وحتى العسكرية بالعبور من تحتها بكل سهولة وسلاسة نشاط يضيف إلى المكان جماله وروعته في كل مرة أزور فيها اسطنبول أتلهف شوقا لزيارة هذا المكان حيث جسور البوسفور الرائعة والتقاط الصور والمشي على هذه الجسور التاريخية المهمة جسر شهداء الخامس عشر من تموز يوليو وهو أقدم الجسور الثلاثة على المضيق شيد عام ثلاثة وسبعين من القرن الماضي ليتحول إلى أحد أهم معالم اسطنبول الحديثة وعلى مسافة ستة كيلو مترات وبنفس التصميم والشكل شيد جسر السلطان محمد الفاتح الذي يتميز بموقعه المجاور لقلعة روملي التاريخية جسور تلعب دورا محوريا في تسهيل حركة المرور لأكثر من تسعمائة ألف مركبة يوميا بين الشقي المدينة ما جعلها رقما صعبا في دوران عجلة الحياة في اسطنبول المزدحمة إسطنبول تعد من المدن المقتضة بالسكان والعربات هذه الجسور الثلاثة المعلقة في مضيق البوسفور إلى جانب أنها تمثل عامل جذب للسياح فهي تؤدي دورا كبيرا في تخفيف حركة المرور في المدينة عندما تسمع باسم إسطنبول أول ما يتبادر إلى الذهن هو مضيق البوسفور وهذه الجسور الجميلة لا يمكن تصور الحياة في هذه المدينة من دون هذه الجسور وإلى أعرض جسر معلق في العالم بعرض تسعة وخمسين مترا حيث لا تكتمل جولة مضيق البوسفور إلا بمشاهدة جسر السلطان ياوز سليم وهو أحدث جسر شيد عام 2016 كلؤلؤة بيضاء تزين مدخل البحر الأسود ويحتوي على عشرة مسارات بتصميم هندسي لافت تحف معمارية فريدة هي جسور البوسفور المعلقة فهي تزين المضيق وتزيده جمالا وتربط بين شقي المدينة الأسيوي والأوروبي فأضحت شريان الحياة المهمة لمدينة إسطنبول المقتضى لتخفيف ضغط المروري محمود واسق إسطنبول الميادين